المخرج العام الثالث وهو اللسان ما زال الحديث موصولا مع المخرج العام الثالث وهو اللسان وقلنا أن اللسان ينقسم من الداخل إلى الخارج إلى أربعة أقسام اللسان ينقسم من الداخل إلى الخارج إلى أربعة أقسام كما نلاحظ على اللوحة الآن أقصى اللسان وسط اللسان حافة اللسان طرف اللسان إنتهينا من أقصى اللسان ثم من وسط اللسان ثم من حافتي اللسان ثم مروراً بطرف اللسان وفي الحلقة السابقة في حديثنا عن طرف اللسان انتهينا من الطاء والدال والتاء الأحرف النطعية ومن الضاء والذال والثاء الأحرف اللثوية ولم يتبقى لنا في أحرف طرف اللسان إلا الحديث عن الأحرف الأسلية وهي أيضاً عبارة عن ثلاثة أحرف الصاد والسين والزاي الصاد والسين والزاي وقبل أن أشرع في الحديث عن الأحرف الأسلية لا يخفى علينا أن أذكر بحديثي كما نرى الآن عن قضية طرف اللسان واتفقنا أن طرف اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما نرى على اللوحة فنرى على اللوحة مقطع لطرف اللسان من فوق وهو المعروف بالظهر طرف اللسان ثم طرف اللسان الأمامي وهو المعروف برأس اللسان ثم طرف اللسان من أسفل وهو المعروف ببطن طرف اللسان يبقى الارتكاز من فوق على طرف اللسان وهو الظهر الظهر طرف اللسان ثم الارتكاز على طرف اللسان الأمامي وهو المعروف برأس اللسان ثم الارتكاز على طرف اللسان من أسفل وهو المعروف ببطن طرف اللسان كما نرى على اللوحة الآن ولا يخف علينا أيضا عندما تحدثنا عن قضية اللسان أو تحديدا المنطقة المخصصة من اللسان وهي الطرف أن نتحدث أيضا عن اللثة مع الثناية العليا أن نتحدث عن اللثة مع الثناية العليا وقلنا إذا نظرنا من أعلى لأسفل لوجدنا اللثة اللحمة الذي ينبت فيه الأسنان اللثة التجويف الأعلى فوق الأسنان نصعد باللسان نجد تجويف فوق الأسنان هذا هو المعروف باللثة ثم بداية الخط الفاصل الخط الفاصل ما بين اللحم والأسنان في خط فاصل ما بين الأسنان وما بين اللثة عندما تنبت وتدخل الأسنان عندما تغيب الأسنان في هذا اللحم هذا ما يعرف بأصول الثناية العليا ثم انتهاءا بأطراف الثناية العليا ثلاث مناطق اللثة وصول الثناية ثم طرف الثناية الآن نتحدث عن آخر أحرف طرف اللسان نتحدث الآن عن آخر أحرف طرف اللسان نتحدث عن ثلاثة أحرف تسمى بالأحرف الأسلية الصاد والسين والزعي أس أس أز أس أس أز إذا نظرنا إلى اللوحة كما هو مبين أمامنا ننظر فنجد لوحة تعبر عن الصاد ولوحة تعبر عن السين والزاي وبالمناسبة احنا بنقولها باللغة العامية زين هي باللغة العربية الزاي طيب تعالوا مع بعضنا زي ما تعودنا كده في أسلوبنا وإحنا بنشرح المخارج أن نتحدث بأسلوب السيناريو والحوار هل استخدم اللسان عند النطق بالأحرف الثلاث يعني ما بقول أس 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 أز لابد من استخدام اللسان هل استخدم اللسان عند النطق بالأحرف الثلاث وأرجو أن تلاحظ وأن تلاحظي معي هيئة اللسان عند النطق بالصاد وهيئة اللسان عند النطق بالسين وازاي لابد من استخدام اللسان وحدد المنطقة المستخدمة من اللسان طرف اللسان الأمامي طرف اللسان الأمامي وهو يتجه إلى الثناية يقف أمام الثناية اللسان بيقف أمام الثناية يقف أمام الأسنان يعني يبقى طرف اللسان الأمامي اللي احنا لسا يلينا عنه إيه من شوية رأس اللسان أو رأس طرف اللسان طيب يبقى حدد المنطقة المستخدمة من اللسان طرف اللسان الأمامي اللي هو المعبر عنه برأس اللسان هل اصطدمت بالثناية لم تصطدم بالثناية ما فيش حد بيمطأ الصد والأص وبيلزأ لسانه في الأسنان محدش بيعملها جرب كده وشوف هتلتصق هيلتصق رأس اللسان أو هيلتصق اللسان بالأسنان وأنت تتلفظ وتقول أس أس أز جرب يعني متاخدش مني الكلام مسلم بيه التجربة مهمة طيب بعد أن توصلنا الآن أن طرف اللسان الأمام يتجه هتجد بتحدث حركة لللسان وأنت تتلفظ بالصاد والسين وازاي اللسان وأنت تتلفظ بالصاد أس أس هتجد أنه اللسان أو طرف اللسان يقف ما بين الثناية العليا والسناية السفلة يقف في المنتصف ثم يتجه لأسفل عنده صفحة الثناية السفلة بينزل لأسفل رأس اللسان هكذا يعني أس 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 لاحظ الصورة أس أس أز لكن يا شيخ نلاحظ ونحن نترفظ بالصاد أس اس أس أس好的 علو مؤخرة اللسان انظر للوحة الصاد ولاحظ المؤخرة من الخلف في علو في المؤخرة أس أس وفي السين والزاي في ان Qualcomm في المؤخرة أس أز لأن الصاد مفخمة والسين وإزاي كلهما مرقق يبقى علو المؤخرة من الخلف مع المفخم أس ومع المرقق تنخفض المؤخرة أس أز أنفل للصد وراقب المؤخرة من الخلف مؤخرة لسانك من الخلف أنفل لللوحة أس تجد المؤخرة في علو طب وفي السين وازاي تنخفض المؤخرة وظن لللوحة مبينة اللوحة بتبين يبقى إذن عند وصف مخرج الصاد والسين وازاي نقول من طرف اللسان الأمامي من طرف اللسان الأمامي اللي هو رأس اللسان مع ما بين الثناية العليا والثناية الصفلة قريب إلى الثناية الصفلة هو يقف أمام الأسنان العليا والأسنان الصفلة ما بين الأسنان العليا والأسنان الصفلة هكذا يقف ثم يتجه الأسفل ثم يتجه الأسفل يبقى من طرف اللسان الأمامي معه ما بين الثناية العليا والثناية الصفلة قريب إلى الثناية الصفلة مع إبقاء فرجة يسيرة بين اللسان والثناية لا يلتصق في فرجة في فرجة لا يلتصق بالثناية في فرجة جاكلا لما سألت منذ قليل هل حدث اصطدام لطرف اللسان الأمامي اصطدم بالثناية لم يصطدم ولذلك ماذا قلت أرجو التجربة جرب وجربي وأنت تقولي أس وأس وأز هذه الأحرف الثلاث تلقب بالأحرف الأسلية هذه الأحرف الثلاث تلقب بالأحرف الأسلية لخروجها من أسلة اللسان لخروجها من أسلة اللسان رأس اللسان عرفت بالأحرف الأسلية لخروجها من أسلة اللسان أي من رأس اللسان ولذلك رحم الله الإمام محمد بن الجزرية حين قال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلة والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلة يبدأ الحديث عن ثلاثة أحرف وهكذا انتهى الحديث عن اللسان اكتملت مجموعة طرف اللسان واكتمل الحديث عن اللسان بأسره اكتملت المجموعة اكتملت مجموعة أحرف اللسان لا يبقى سوى التدريب والتطبيق تدريبات وتطبيقات علمية آتيك بصورة وأنت تتحدث عن هذه الصورة أتيك بصورة وأنت تتحدث عن هذه الصورة لو جئتك بصورة الصاد كما نلاحظ ما المخرج العام؟ العضو العمئي؟ ونوع المخرج محقق ولا مقدر؟ والمخرج الخاص النقطة المتعلقة بهذا الحرف واللقب والدليل من الجزرية التجود به متعة ولذة لكن يحتاج لفهم ووعي وتطبيق يحتاج إلى فهم ووعي وتطبيق للأسف كل الطلبة بتأتي بالكتب وتحفظ وإحنا عايزين نفهم طيب يبقى أدي لوحة للصاد طيب يبقى المخرج العمئي؟ اللسان نوع المخرج اللسان يبقى محقق طيب المخرج الخاص لسه أينين من طرف اللسان الأمامي؟ مع ما بين الثناية العليا والثناية الصفلة قريب إلى الثناية الصفلة مع إبقاء فرجة يسيرة بين اللسان والثناية عشان ما بيحدث لم يحدث التصاق بين اللسان أو طرف اللسان والثناية من غير ما أحفظ افهم وعبر عشان كده كنت أعمالة قطر في اللوحة ليه؟ وبحاول أجيب تشريح للوحة ليه؟ زيادة لوحة ليه؟ عشان عايز حضرتك تبقى فهم العضو ده اسمه إيه؟ فلما تستخدم العضو ده تقدر توصف مخرج الحرف دون حفظ هو ده لنا عايزة وصل به هو ده لنا لو قدرت تنجح فيه يبقى خلاص يبقى حدث نجاح لحلقة المخارج أو حلقات المخارج طيب يبقى اللقب أسلية لخروجها من أسلة اللسان والدليل والصفير مستكن من هو من فوق الثناية الصفلة طيب اللوحة التالية تتحدث عن حرفي السين والزاي تتحدث عن حرفي السين والزاي المخرج العام إيه؟ نوع المخرج محقق ولا مقدة؟ المخرج الخاص اللقب الدليل ها دي السين والزاي؟ هتعملوها أنت بقى أنا كده تكلمت عن الصاد حضرتك تتكلم عن حرفي السين والزاي بكده زي ما قلت منذ قليل انتهينا من الحديث عن اللسان انتهينا من الحديث عن اللسان تعالوا بقى نموض لمرة الكرام لنتحدث عن الشفتين لنتحدث عن الشفتين لكن مش هقدر أتحدث اليوم عن كل حروف الشفة لن أتحدث اليوم عن كافة أحرف الشفة لكن أنا عايز أقول حاجة مهمة تقدمة مهمة احنا عارفين منذ قليل ان احنا بنحاول نحط الأوضاع لكل عضو من الأوضاء وبخاص أعضاء النطق لأن قضية المخارج ترتبط بأعضاء النطق لما جاء أتحدث عن الشفتين أكيد حضرتك وحضرتك لنا شفة عليا وشفة سفلة مزبوط لنا شفة عليا وشفة سفلة بننصب في المخارج على الشفة السفلة تاني حاضر احنا عندنا شفة عليا وعندنا شفة سفلة الشفة السفلة بننصب فيها في المخارج بننصب في المخارج الحرف على الشفة السفلة حضرتك وحضرتك شايفين ظهر الشفة دي اسمه ظهر الشفة وفي الداخل بطن الشفة يبقى ده اسمه ظهر الشفة طيب وده بطن الشفة السفلة بطن الشفة السفلة الجزء الداخلي من الشفة السفلة اسمه بطن الشفة السفلة طيب ليه بنقولي الكلام ده عشان لما اجي جيب لحضرتك مخرج الفاء تقدر لما جيب لك المخرج ده توصفه أنا عايز حضرتك توصف وعايز حضرتك توصفي أنا مش طالب منك شيء صعب ولا طالب منك حاجة صعبة أنا بقول لحضرتك أوصف ما ترى عليك بوصف ما ترى إيه اللي شايفه قدامك وقلد يريد يبقى فيه محاكاة للصورة عارف يعني محاكاة قلد الصورة قلدها حكيها واللي في ذلك ما تيجي قلت أف أنا بقلدها هو بصص له أف 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 ونسأل الأسئلة بتاعتنا هل استخدمت الشفا عند النطق بالفا هل استخدمت الشفا عند النطق بالفا نعم أف أهي استخدمت الشفا أنا ما استخدمتها أف يجي السؤال الثاني حدد الجزء المستخدم من الشفا حدد الجزء المستخدم من الشفا أنا استخدمت الشفة السفلة تحديداً بطن الشفة أنا بوصف أنا لم أحفظ يبقى هل استخدمت الشفة؟ نعم استخدمت الشفة وتحديداً الشفة السفلة حدد الجزء المستخدم من الشفة السفلة بطن الشفة السفلة بدليل انظر للأسنان وهي تصطدم ببطن الشفة أف 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 لذلك حدد الجزء المستخدم من الشفة وهل استخدمت بأطراف الثناية العليا؟ وهل استخدمت بأطراف الثناية العليا؟ نعم استخدمت بالأطراف أف 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 أهو الأمر مستصعب تعال بقى بعد الاستنتاجات دي كلها نضع البيانات حطيلي البيانات المخرج إيه؟ هو ده اللي أنا عايزه أنا باستنتج ليه؟ مش عشان تديني مخرج ولما أخذ مخرج هعرف الموضع ومكان خروج الحرف ولما أعرف مكان خروج الحرف عند نطق القرآن وعند التلفظ والتحدث لا أخطئوا في النطق بحرف الف لذلك اسمع مخرج الفاء من بطن الشفى السفلة مع أطراف الثناية العليا؟ الفاء طلع منين؟ من بطن الشفى السفلة مع أطراف الثناية العليا؟ اللقب شفوية مش بدأ خروج من الشفى؟ يبقى شفوية وسميها بهذا الاسم لخروجها من الشفى لخروجها من الشفى الدليل ومن بطن الشفى فالفاء مع أطراف الثناية المشرفة مش قال كده ابن الجزري؟ لذلك قادي مخرج الفاء من بطن الشفى السفلة مع أطراف الثناية العليا؟ خلاص؟ واللقب شفوية لخروجها من الشفى لخروجها من الشفى والدليل ومن بطن الشفى فالفاء مع أطراف الثناية المشرفة اللي هي في المقابل أهاي شفت عبير ابن الجزري؟ مع أطراف الثناية المشرفة أسنانك طيب تطبيقات وتدريبات نطبق على الفاء نطبق نطبق على الفاء تدريب علمي كده زي ما حالك شايف جايب لك لوحة للفاء وبطلب منك البيانات عن هذا الحرف أدي حرف الفاء وبطلب من حضرتك بيانات عن هذا الحرف المخرج العام نوع المخرج المخرج الخاص اللقب الدليل المخرج العام إيه؟ الشفى ونوع المخرج وانت بتكلم عن الشفتين نوع المخرج محقق محقق صح؟ المخرج الخاص النقطة المحددة لخروج الفاء بطن الشفى السفلة مع أطراف الثناية العليا اللقب شفاوية الدليل ومن بطن الشفى فالفاء مع أطراف الثناية المشرفة كلام واضح طيب أدي أول حرف من أحرف الشفى أول حرف من أحرف الشفى من ثاني حروف الشفى أيضا الباء الباء لما تنظر معي إلى حرف الباء أب 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 وأطلب منك هل استخدمت الشفتان عند النقب الباء؟ بالطبع نعم أب 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 شف بيحدث تصادم أب 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 بيحدث تصادم بين الشفى العليا والشفى السفلة هل استخدمت الشفتان عند النطق بالباء؟ نعم هل استخدمت الشفتان عند النطق بالباء؟ حدث التصادم فتولد صوت الباء أب 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 يبقى استخدمت واصطدمت استخدمت الشفى العليا مع الشفى السفلة وحدث التصادم بينهما طيب عشان كده لما نيجي نقول مخرج الباء ايه؟ اوصف من الشفتان مع انطباقهما من الشفتان مع انطباقهما فتولد صوت الباء هذا التصادم ولد صوت الباء أب 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 لخروجها من الشفتان أب 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 أدي الباء ناخد تدريب تطبيق وتدريب الحرف الهجائي الباء جبت لحضرتك لوحة للباء وأقول لك المخرج العام ايه؟ ايه هو المخرج العام؟ ما المخرج العام؟ تشايف ايه؟ اوصف من الشفتان خلي بالك المخرج العام الشفى الفخرج العام الشفى طيب نوع المخرج محقق المخرج الخاص من الشفتان مع انطباقهما اللقب اللقب شفوية خلاص؟ اللقب ايه؟ شفوية طبعا الدليل ابن جزلي للشفتان الواوباء ميمو للشفتان الواوباء ايه؟ ميمو ادي الحديث عن حرف الباء